سوابع جيجي بس سنة اللي عملها سوابع جيجي ترند رمضان واختراعات رمضان السنة دي واللي سعرها 750 جنيه اخواتي انا هعملها لكم النهاردة ب100 جنيه بتقول ايه ايوة هعملها لكم ب100 جنيه اول حاجة هنصلى عن نبي وكل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم هننزل بكبايتين سكر مع كباية ونص مية وعليهم معلية كل جزلة ومتوفرة ومش هنقلب ومش هنيجي جنبه لحد اما يغلق على النار ونديله عصرة اللمون هتجيب لي هنا بقى نص كيلو دقيق على نص كباية سميد ناعم جدا جدا يعني هتروح للعطار تقول له انا عم سميدة عندك مع معلقتين سكر بودر وطرف معلقة خميرة فورية هنقلب الحاجات دي مع بعض وننزل عليهم بنص كباية زيت ويا سلام لو نص كباية سمد بس انا عندي وعدي هنكلفها 100 جنيه يعني هنكلفها 100 جنيه هتركز معايا هنا مبودي علشان هنقلب بالدقيق مع الزيت كويس لحد ما يشرب الدقيق من الزيت ويوصل لكل الدقيق ولما نيجي نمسك الدقيق في ايدينا يمسك في بعضه كباية مية بقى ونبدأ نعجن اقل من الكباية او اقتر حاجة بسيطة على حسب نوع الدقيق بتاعها بس هنفضل نعجن ومش هنقلب لحد ما تمسك معنا كلها وتبقى قوامها مصبوط هنغطيها بفوتا منادية او نغطيها بستريتش على حسب اللي متوفر عندنا ويا دوب خمس دقائق بالزبط ونبدأ نشتغل فيها لكون جاهز نحلس الزيت المليانة زيت اللي هنقلي فيها والزيت ده برا حزباتي الميت جنيه هنرجع لعجنة جيجي الطرية الجميلة ونفردها بادينا مش محتاجين نفردها باي حاجة تانية وبعد ما نفردها هنقطحها على شكل مربع وبعد كده نقسم المربع على اتنين يبقى مستطيلين وبعد ما نوصل للمستطيل هنبدأ نقطع مسلسات نزغر المستطيل هنعمل جيجي صغيرة نكبر المستطيل هنعمل جيجي كبيرة بس احنا عايزينها صغيرة علشان تستيقوا معنا في الزيت صح وهنلف المسلس بقى بكله سهولة ونجا على طرفه ونشده شدة خفيفة كده ونلزحها كويس والشدة واللزقة دي حاجة مهمة علشان ما تفكش معنا في الزيت اما دي بقى البصمة بتاعتنا اللي هي بتاعت صوابع تنتزينا بس احنا النهاردة عايزين جيجي مع كامل احترامي ليك يا زوزو دخلنا هنا بقى على فاقرة الزيت وتركزي معايا قوي 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 علشان في تركيا هنا مهمة وهي دي سبب فشلة او نجح ومش معقول مكملين معايا لحد دلوقتي ولسه ما عملتوش فلو ولايك وكمل الزيت لو سخنة قوي هتديكي لون حلو من برا لكن من جوا مش هتستوي اما الزيت لو سخن برضو بس مس سخنة قوي هتستوي معاكي كويس بس ممكن تفك معاكي في الزيت يبقى احنا عايزين نوصل للمعادلة اللي تخلي الزيت لايفك ولا يحرقها ودي هسيبها عليكي بقى المبودر همطلحها من الزيت اول ما تبقى اغمق من اللون الجلد شوية ونرميها على الشرباط البارد جدا ودعها لشان تبقى كريسبي وتقرمش معانا لو عايزينها طريقية ممكن نغطيها اول ما ننزلها في العسل وسخنية جيجي مع العسل هتطريها وطبعا جبت الصينية بتاعت جيجي والعلبة الشفافة اللي فيها سوسل شوكلت بتاعت جيجي وعملتها لكم هي هي طحفة جدا 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 والله من حلوتها تستاهل السبعمية وخمسين جنيه قولولي بقى هتروحوا تشتروها بسبعمية وخمسين جنيه ولا هتقوموا تعملوها بمية جنيه ولما جربتها بسوسل بستاشيو كانت طعمها بجد بيجنن وصفة تستاهل ان احنا نخش نتعب لها ونعملها في المطبخ ونطلحها بالجمال ده ولو ناوين تعملوها بجد قولولي في الكوميك